هل بتكلم على الحب الأوليالين اللي هم بيبقوا بتعاملوا مع المباراة ايه لو جامده لو مبارا جامده هروح يعني لو مصر مثلا بتلعب المغرب بتلعب كوديفوار بتلعب سنغال هتلعيني مالي لستات كل لو مباراة سهلة مشيها لا دي مباراة في تصفات كاس العالم أفكرك فاكر نبيبيا لما طلقتنا من كاس العالم فاكر ليبيريا لما طلقتنا من كاس العالم فاكر مين تاني يا جماعة فكروني للمطش بتاع الـ كان في مطش برضو شهير قوي كده تصفات كاس العالم برضو وخرجنا من منتخب صغير منتخبات صغيرها في الاسم مش كبير يعني هي دي اللي خليتنا نتعطل كتير في مشوار تصفات كاس العالم على مدار السنوات فانت ما تقولش سهلة لا مفيش حاجة سهلة كل المباراة صعبة قدم تصفات كاس العالم بيبع كل المباراة صعبة لو سمعت املى المدرجات لو سمعت املى المدرجات انت ليك دور ما يختلفش ابدا عن دور محمد صباح انت ليك دور ما يختلفش ابدا عن دور روي فيتوريا اختلفش فانت لو قصرت والمنتخب بتاعنا حصل عنده اخفاق فانت مسؤول مع كل المسؤولين تفقنا سهل هتقولنا يا جماعة على البوستر بتاع التذاكر طلبته يعني عشان اقولك اسعار التذاكر كمان على فكرة اسعار التذاكر وليلا جدا يعني انت لو متخيل انه اسعار التذاكر هتقولنا يا جماعة اهو بص يا سيد اولا اتحالكوا هكذا المنتخب مصري يعود الاستاذ القغيرة من جديد هاشتاج شجع مصر لا احنا كلها هيشجع مصر ان شاء الله يوم الخميس الساعة ستة في مباراة مصر وجبوتي في الجولة الاولى من تصفاتك ساعة بص تذاكر حلوة ازاي بص التذاكر جميلة ازاي درجة التالتة بتلاتين جنيه يعني انت لو عايز انت تروح انت وامراتك واثنين من ولادك تمام هتبقى اربعة هتدفعوا مية وعشرين جنيه يا سلام احلى خروجة في العالم بمية وعشرين جنيه هتروح بمواصلاتك بحاجاتك باكلك بشربك تدفع زيهم مية ومتين وخمسين جنيه تلتمين جنيه خروجة حلوة زهبية يعني والدرجة التانية بخمسين جنيه والدرجة الأولى بـ 75 جنيه وأسعار المقصورة المقصورة بـ 250 جنيه طبعاً أنتوا اللي بيروح مطشط الأندية دلوقتي التذاكر دي تقريباً أقل للنص أقل للنص ده لإيه؟ لمنتخب مصر وفرصة زي ما كنت بقول كده أنا حب أشوف الأسر بقى راجل ومراته وولاده وامه وبابا وكل الناس الحلوة دي أسرة كده رايحة تتفرج على منتخب مصر شجعوا يا جماعة انبستوا خلوها خروج زي ما الناس كلها في العالم بتتعامل معاها وبعدين في ناس تعرفين لما مثلاً ليفربول مانشستر سيتي تشيلسي بارشلونة يروحوا يعملوا مثلاً قبل الموسم في الـ Preseason يعني يروحوا يعملوا مباراة تودية في أسيا في أمريكا الجمهور بتمنى المدرجات ليه؟ عشان مثلاً مثلاً يعني يشوفوا ميسي يشوفوا كريستانو نالدو ومش عايزين فوقع البطشة وماتش ده ماتش ودي بس عشيشوف النجوم العالم ديت موجودة في أرض الملعب يا فنم انت عندك محمد صلاح هيبقى موجود في أرض الملعب ويترزجي ومرمش وطرق حامق وكل اللعيبة العظيمة دي وعيبة الأهل والزمالك وكل اللعيبة العظيمة دي روح استمتع يعني انبسط مش لازم نروح مباراة اللي هي فيها نحة بداية روح تنبسط بممتخب مصر روح تنبسط بممتخب ممتخب 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 ممتخب